السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نحن في بوتتشاري الغربيار هناك كثير من المساكرة في المساكرة في سريبرنيتسا يتبعون هنا هل يمكنك أن ترونهم؟ ونحن هنا هناك كثير من المساكرة لتعرف على المساكرة واليوم نحن نقوم في مقبرة بوتتشاري في سريبرنيتسا لكي ندعو للموتة المجزرة التي تحدث في سريبرنيتسا منذ 23 سنة واليوم ايضا اكتشفوا حوالي 35 قصة هنا هو اليوم ايضا اكتشفوا 35 قصة كما ترونهم هنا وهذه قصة وهذه الأجساد ليست كاملة ليست كاملة لم يكتشفوا قصة واحد كامل فيه اليدين والرقلين وكل أعضاء بل اكتشفوا أجزاء من كل قصة يدعوها في هذا الكفن لقد لم يكتشفوا أحد واحد كامل لقد اكتشفوا أجزاء من كل قصة من كل قصة وكما تروني وكما تروني 35 قصة اكتشفوا ومكتشفوا اليوم في هذا العام 35 قصة بعد 23 سنة من حدوث المغزلة ولا ندري كام من القصة ستكتشف فيما بعد ونحن لا نعلم كم قصة أجزاء ونحن لا نعلم كم قصة أجزاء من حدوث المغزلة من كل قصة في بوزنيا وفي سربيا والعام الماضي اكتشفوا الطفلة مات عمره 14 سنة واجدوا أن أجزاء من جسمه ووجدت في أربع أماكن في البوسنا وفي سربيا وجمعوها عن طريق الDNA وحطوها في مكان واحد هذه تحدثوا لأجزاء الآن لا نريد الآن لا نريد أي كره وعداء وعداء يحدث مرة أخرى نريد أن نبني السلام في البصنة وفي كل ما كان في العالم نريد أن نقول أن المنغر لا سن يتساعدون سن تساعدون مرة أكثر لأننا الناس هنا نستطيع محاولة محاولة لكل شخص محاولة لكل شخص محاولة لكل ربع لكل مصنع لكل كلمة لكل كلمة لكل مستطاع نريد أن نبني السلام بين كافة الأديان وكافة الأرقيات وكافة الأجناص ونقول لدعاة الحروب ودعاة العداء ودعاة التطرف ودعاة الرجعية ودعاة الإرهاب لن تنجحوا على الإطلاق نقول للمشاهدة الذين يتساعدون مونغر أكثر تراريس وكل هذا لن يتساعدون لأننا نقوم بإمكانك في بوزنيا ونقوم بإمكانك في بوزنيا وكل أخرى في العالم جداً ليس فقط بوزنيا وكل أخرى في العالم ليس فقط في البوزنيا ولكن في كل مكان في العالم سنتحت سوياً لأن نبني السلام في كل أجل من العالم لن تقوم بإمكانك المترجمات وإمكانك 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 جزاكم الله خيراً يلا بلس يو إن شاء الله من بوتشاري سريبرنيتسا بوزنيا هرتكوفنا 11 جولاي 2018 من مقبرة بوتشاري في سريبرنيتسا في البوزنيا وهرتكوفنا 11 يوليو 2018 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته